كل بعض يقولون أنه أنت صفي قلبك وعمل ما شئت هذا في الواقع هذا الكلام فقط في المسالة الدينية يذكر في غير المسالة الدينية هم ما يذكروا للفرار من أحكام الشرع زيان أنت عندما تسوق خالف إشارة المرور صفي قلبك بالنسبة للسيارات الأخرى وأعبر عن إشارة الحمراء هذا الكلام معقول لو مضحك زيان أنت خالف القوانين مو مشكلة صفي قلبك بالنسبة للحكومة وبالنسبة للناس خالف القوانين صحيح هذا بس لما يوصل للحجاب أنه أية هالمرأة صفي قلبك تحجبتي لو ما تحجبتي مو مهم أيها الرجل صفي قلبك صليت لو ما صليت مو مهم هذا الكلام طبعا نحن عندنا مشكلة من بعض الناس الذين يريدون الاعتراض أو عدم الالتزام بأحكام الشرع أي إشكال يجي على الشرع نظيرها موجود في القضايا الأخرى لكن ما يذكروه في القضايا الأخرى بس في مساء للشرع عندما يصل إذا تسوي طعام في مناسبة دينية لماذا هذا الإسراف إذا مناسبة غير دينية عندك زواج مثلا عندك قضية أخرى هذا الكلام لا يذكر إذا واحد صرف أمواله في قضايا الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام يقال له لماذا تصرف أموالك وروح زوج فقير روح انفق على مسكين مو هذا أفضل هذا فقط في مساء للدين في المساء الأخرى عندما يبنى ملعب رياضي ما حد يذكر هذا الأمر أنه لماذا تبنون ملعب رياضي يستوعب عشرات الألوف بمليارات المليارات قصرفو على الفقراء عندما يبنى منتزه لا يقال أنه لماذا تبنون هذا المنتزه لنزين الناس يحتاجون إلى ملعب رياضية الشباب قدهم طاقات في أوقات الفراغ لازم يفرغون هذه الطاقات الناس تحتاج إلى ترفيه المدينة لازم تكون جميلة وكذا 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 بس عندما يوصل للمسجد لماذا تبني مسجد يوصل للحسينية لماذا تبني حسينية يوصل للحج لماذا تذهب إلى الحج أنفق هذا الفلوس في سبيل الفقراء مو أفضل هذا في الواقع هذا الأسلوب من الفكر أسلوب صحيح يرتبط بخلل في معرفة المعاد بس بالأساس يرتبط بخلل في معرفة الله سبحانه وتعالى ترجمة نانسي قنقر